فرنسا تبحث عن شراكاء محتملين للمشتبه بتنفيذهم هجمات باريس تعقب هؤلاء مستمر يؤكد رئيس الوزراء مانويل فالس الذي تحدث عن مواصلة مطاردة شريك واحد على الأقل لهؤلاء لم يشأ فالس الدخول في التفاصيل لكن في تركيا قال وزير الخارجية مولود شاوش أغلو إن حيات بومديين زوجة منفذ الهجوم على المتجر اليهودي في باريس يوم الجمعة الماضي دخلت تركيا في الثاني من الشهر الجاري دخلت إلى تركيا قادمة من مدريد في الثاني من شهر يناير وهناك صور لها وهي في المطار وبعد ذلك أقامت مع شخص كان برفقتها في أحد فنادق منطقة قاديكوي في اسطنبول ثم عبرت إلى سوريا في الثامن من الشهر نفسه وهذا ما تثبته سجلات المكالمات التي أجرتها عبر هاتفها وقمنا فورا بنقل المعلومات المتعلقة بالمدعوة حياة للجهات الفرنسية حتى قبل أن تطلبها ما حدث في باريس الأسبوع الماضي استنفر السلطات الفرنسية اجتماع الأزمة في قصر الإليزي خلصة إلى اتخاذ إجراءات أمنية على أعلى مستوى رئيس الجمهورية طلب من القوات المسلحة المشاركة في تأمين حماية النقاط الحساسة على الأراضي الفرنسية بالنظر إلى حجم التهديدات التي تتعرض لها فرنسا من أجل هذا قررنا مع رئيس أركان الجيش تعبئة عشرة ألاف جندي سيتولون حماية النقاط الحساسة بدءا من مساء الثلاثة إنها المرة الأولى التي تستنفر فيها فرنسا مثل هذا العدد لأغراض حماية الأمن الداخلي الفرنسي إنها عملية داخلية بامتياز يقر وزير الدفاع وهناك خمسة ألاف شرطي آخرين سينتشرون لحماية مئات من المدارس اليهودية على الأراضي الفرنسية يؤكد وزير الداخلية بيرنار كازنوف وزارة الداخلية نشرت صورا جديدة تظهر عملية إنقاذ نفذتها يوم الجمعة الماضي لتحرير الرهاء من المتجر اليهودي كما أعلنت أن ما لا يقل عن ثلاثة ملايين وسبعمائة ألف شخص شاركوا الأحد في المسيرات التي نددت بهجمات باريس الأسبوع الماضي رقم يعتبر الأكبر في تاريخ فرنسا بالنسبة لأي تجمع قاضي كويت في إسطنبول ثم عبرت إلى سوريا في الثامن من الشهر نفسه وهذا ما تثبته سجلات المكالمات التي أجرتها عبر هاتفها وقمنا فورا بنقل المعلومات المتعلقة بالمدعوة حياة للجهات الفرنسية حتى قبل أن تطلبها ما حدث في باريس الأسبوع الماضي استنفر السلطات الفرنسية اجتماع الأزمة في قصر الإليزي خلصة إلى اتخاذ إجراءات أمنية على أعلى مستوى رئيس الجمهورية طلب من القوات المسلحة المشاركة في تأمين حماية النقاط الحساسة على الأراضي الفرنسية بالنظر إلى حجم التهديدات التي تتعرض لها فرنسا من أجل هذا قررنا مع رئيس أركان الجيش تعبئة عشرة ألاف شندي سيتولون حماية النقاط الحساسة بدءا من مساء الثلاثة إنها المرة الأولى التي تستنفر فيها فرنسا مثل هذا العدد لأغراض حماية الأمن الداخلي الفرنسي إنها عملية داخلية بامتياز يقر وزير الدفاع وهناك خمسة ألاف شرطي آخرين سينتشرون لحماية مئات من المدارس اليهودية على الأراضي الفرنسية يؤكد وزير الداخلية بيرنار كازنوف وزارة الداخلية نشرت صورا جديدة تظهر عملية إنقاذ نفذتها يوم الجمعة الماضي لتحرير الرهاء من المتجر اليهودي كما أعلنت أن ما لا يقل عن ثلاثة ملايين وسبعمائة ألف شخص شاركوا الأحيان